بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه أحبابي وأحباب الشفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال أحبابي في الله اليوم معنا واحد وصفة قاهرة للمس العاشق الناس بالزاف اللي عندهم المس العاشق يقدر هذك المس العاشق يقدر يأثر على الرجال ويقدر يأثر على النساء كانين البنات اللي معطل حالهم بالمس العاشق لا في العمل ولا في الزواج ولا في تعطيل الأمور كان المرأة اللي تزوجات ولكن ما جابتش أولاد هو من عارض المس المس اللي تخلق على عين أو حسد أو سحر سحر بالصور أو السحر بالمقابر أو السحر بالملابس أو السحر بالصور الناس اللي عندهم المس العاشق هو دخل على السحر أو دخل على عين أو دخل على حسد أو تخطيتي شي حاجة وهذا السحر ما تعالش ولكن دخل واحد العارض للجسد دينا دخل واحد العارض إلى الجسد دينا وتمكن تربع على الجسد ما سخاش بالجسد يخرج منه لأنه تلدد بالجسد ولا تدير الفاحشة ولا أنه مؤثر على البنت أو المرأة كينا المرأة اللي تتقدر تطلق من الزوج ديالها بسبب المس العاشق كينا المرأة اللي تزوجات ولكن ما ولدتش بسبب المس العاشق كينا البنت اللي زينة والليل الليل كتشوف المراية وتتضحك بزاف وتتبغي تختالب نفسها هذيك ملمس العاشق كينا البنت اللي تدخل للدوش وتبقى تغني وتبقى ترقص تبقى هذيك ملمس العاشق يكتلا ما كانش فيها يقدر يركبها في هذيك اللحظة لأنها دارت ليه حويش اللي تبغي هو إذن بغيتي تعالجي نفسك ملمس العاشق بغيتي تحاربي المس العاشق بغيتي أنك تحيدي واحد طاقة اللي دخلتك على عين أو السحر أو حسد أغلب يتدخل على طريق السحر لأنه هو موكل هو الجن موكل بعقد موكل بطلاصم يقدر يبقى معاك يأكل معاك يشرب معاك ينعيس معاك ولكن هو عرف على كل شي من غير القارين هو يتعاون مع القارين إذن تتقولي حالي ما لواقف تتقولي حالي ما لي متزوج تتقولي حالي علاش مولد تتقولي حالي علاش عندي مشاكل مع الزوج ديالي عندك مشاكل تنو تصدع بدون سبب تتقولي السحر التفريق فعلا هو السحر التفريق ولكن ولا عندك مس كان الزوج اللي تصب بالمس العاشق تهوى تحس أعراض المس العاشق تهوى تدلي مشاكل مع الزوجة ديال اللهم أنك تحاربي هادك العارض اللي يدخل موكل بسحر الزوج تيكون معطل على العمل الرجل تيكون معطل على العمل هو عنده مس عاشق تخلوه على السحر أو السحر المخطى أو السحر اللي تقدر لمرأة تديره للزوج ديالها باش يقولي يبغيها يقولي يحبها يقولي أنه يعطيها الفلوس ولكن هي دخلت لي واحد طاقة ديال ديال طلاسم وليك طلاسم ولو عنده عوارد ديالك العوارد ولو عنده مس عاشق إذن المس العاشق كيفاش أنني نتخلص منه ولو هو نتشبث بالجسد ولو أنه مس عاشق ديال فاحشة إما تتحسي براسك عندك أعراض ديال النبضات في الجهاز التناسلي أو من الضبور تتحسي بتحركات إذن كيفاش نتخلص كيفاش نتخلص من هاد العوارد من هاد العوارد ديال المس العاشق أولا خاصلين داوم على صورة النور وصورة يوسف نقرأ كل ليلة نقرأ صورة إما صورة النور ولا صورة يوسف ولا صورة الصرفات ولا صورة الجن ولا صورة الرحمن لابد أننا نحاربوا لابد نحاربوا هاد العوارد اللي عندنا بسبب المس تدير لك مشاكل مع الناس تتبقى يبوحدك جالسة بوحدك بدون سبب لأنك تتحسي براسك معاك شي شخص في المكان أو أنك تتكوني جالسة تتحسي بخيالات وتتكوني نيمة تتحسي بحالة ناعس معاك شي حد أو أنك تتحسي بتنفس إذن هادوك من أعراض المس الأعراض دي المس يخذوا وقت ولكن خصك الدومي على قراءة القرآن الكريم والاستغفار والتسبيح بلا إله لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذن هاد هادتسبيح مئة مرة سبحان الله لها تأثير على المس استغفار استغفار دائما استغفر بعدد استغفار استغفر الله العلي العظيم أو استغفر الله العظيم أو استغفري بأي طريقة بغيت ولكن المس الأسود دائما المس الأسود وتقرأي عليه تحاجة ولكن حاولي ما تبغي تنامي تديري قطارات وراء الأدن العلي العظيم أو استغفر الله العظيم أو استغفري بأي طريقة بغيت ولكن المس الأسود دائما المس الأسود وتقرأي عليه تحاجة ولكن حاولي ما تبغي تنامي تديري قطارات وراء الأدن قطارات كتفين قطارات مبين الكتفين القطارات مبين أصبوع ديالك قطارات في الجهاز تنسل ديالك إذن الناس اللي بغين أنهم يعالجوا ريوسهم من المس ويحيدوا توقيف الحال ويحيدوا التوابع ديال المس العاشق أقوى عشبة تطرد المس العاشق هي السداب أو الفيجل السداب أو الفيجل السداب هو الفيجل حاولوا أنكم تأخذوا واحد خمس دلاهم أترشهم بالمس المس 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 الأسود أو المس الأبيض نقير المس قطرات ونحاول نخلطهم جيد نخلطهم جيد أشنو خسني نقرأ عليه ناخد كتاب الله ناخد كتاب الله ونقرأ صورة الصرفات كاملة وصورة الجن كاملة مرة وحدة ومرة وحدة وغادي إن شاء الله نقرأ الفلق ثلاث مرات صورة الناس صورة الإخلاص ثلاث مرات آية الكرسي سبع مرات صورة الكافرون سبع مرات صورة الزلزل سبع مرات سنخلط كل شيء سبع من المسك الأسود سبع من المسك العشاء ونقرأ من المرات العشاء بالفجل مقرأ علي القرآن الكريم مع تبخير التبخري تأخذ الفحم الدائري ودخل الغرفة ديالك تبخري هم زيان وتبخري انت إياه وهذك الملابس اللي تبخر بهم هما اللي تنام بهم باش أنك تردي العوارد اللي عندك ديال المس العاشق إذن الناس اللي باغين يتعرفوا على المشاكل ديال المس العاشق يشوفوا هاد الفيديو وحاولوا تبارت عجيو هاد الفيديو في سبيل الله البنيات اللي عندهم توقيف الحال بسبب المس العاشق متزوجات حتى حاجة بحياتها تتقدر تكبر وهي عند المس العاشق وتبقى غير تقدري تولي تطاح تمشي للسادات وغادي إن شاء الله تعاجي بهذا الوصفة إذن هذه الوصفة رائعة أكثر من رائعة اعطيوها للناس اعطيوها فتبي الله وحاولوا أنكم دعموا قناة شفية المغربية ولكم الجزاء ولكم البشرى إن شاء الله ولكم إن شاء الله الخير كله إذن أحبابي إلا عجبكم الفيديو ودعمونا وفعلوا الجرس ربي جازيكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته